متعب ابن طلال الشيباني أرجوكم احفظوا هذا الاسم جيدا هذا أحد شباب السعوديين اللي خرج من منزل أهله تقريبا قبل ثلاث سنوات وما زال يعني مفقودا حتى الآن وعائلة تبحث عنه في كل مكان وتتمنى أن تتوصل إلى معلومات تدل عليه هذه الصورة معروضة لكم هذه واحدة من الصور وفي عندنا صورة ثانية أوضحة بنعرضها لكم الآن وقبل ما أستقبل والده معي على السكايب حتى رقم الهاتف رح نعرضه لكم وهو رقم هاتف أهله لمن يستطيع أن يصل إليه أو يتعرف عليه الرقم هو 055 مثل ما يظهر لكم في الشاشة الآن 371 7157 الله يعيد متعب إلى أهله بالسلامة والصحة والعافية ومعي عبر السكايب الآن الأستاذ طلال الشيباني أبو متعب ليحدثنا عن تفاصيل هذه القصة أستاذ طلال حياك الله معنا في أهله شكراً لتجاوك مع دعوة البرنامج والله يعيد لكم متعب بالصحة والسلامة والعافية يا رب وإياكم طالع أمرك وش اللي صار لو تعطينا الحكاية والله طالع أمرك لو ولد من ثلاث سنوات مفقود معاه مرضة نفسية وقرب الثلاث سنوات آخر ذكر الله قبل سنة أو تسع شهور ذكره في مكة لو صافي لي جاتنا تعينا له مرة في جدة مرة في مكة مرة معي منها مرة ينطلون لناس للرياض مرة التبوك مرة الحايد تعبنا حنا في المواصل هذا وعهدك في المشاوير هذه قلنا ما عادنا أقدر حنا في المشاوير هذه لازم حجرسلنا الصورة أبرقت برقية سيدي صاحب السمو الملك أمير منطقة مكة نزلوا للجهات المختصة الجهات المختصة السعوا من عندهم بس لا حياتنا من تنادل طيب كيف صارت حكاية الغيبة أو اختفاءه من البداية بيطال عمرك هذا مرض نفسي طويل عريض أسباب إنه من اندونوسيا على ما نعلم إنه تحر إن كانت تغالة عند حياته الوالده وإنها قالت إذا أجيب في اندونوس هناك كيف يسوي يا متعل هذا الكلام اللي وصلني أنا ما تريد العقب سافر تواصلنا معاها في اندونوسيا وقالت تنزلنا فلوس مبلغ مالي قلنا نزل المبلغ المالي عقبها طال عمرك قفرت جوالاتهم معليش معليش أبو متعب اتعد لي وش حكاية الاندونوسيا عفوا الاندونوسيا طال عمرك تشاجرت معاه وضربها ضربها الولد طيب معي أنت ده الحين معك ضربها الولد قالت أنا إذا رحت الاندونوسيا أنا أعرف كيف يسوي بك مثلا هذا الكلام اللي سمعت عقب ما صابرتها قبل حوالي سبوع ولدنا من أحسن العيال ومعات ثنوية ومن ضبط يا هل إحنا رأى في هذا ودناه لو أثمنا من طاوعة قاروا السحر ويقرون علىه ويتشنج وتالي يتعبنا حنا ودناه للمستشفى حق الأمراض النفسية في الطائف وأتعبه بعد والله أتعبه بزيادة من أتعبه حق الأمراض النفسية مستشفى الأمراض النفسية إذا تسمح لي وكان ممكن أن نتكلم في هذا الموضوع وش كان تشخيصه للحالة وش قال لكم والله طال عمرك حالة يقول انفسام اللي حنا نعرف منهم انفسام لأنهم ما يعرفونهم والشغلات حاضية يعلم بها الله وعطوه علاج معين كان يمشي عليه أعطوه علاج معين والعلاج قاعد ينقفه والعلاج زاده بعد في نفسيته مثل ما تقول إهباء ولا عندنا بالأول كان يمشي معنا ويروح ويأتي طيب أنت تقول أنكم تواصلتم مع العاملة الاندونوسية صح؟ نعم تواصلتم مع العاملة الاندونوسية وكلمتها شخصيا وش الحوار اللي صار بينكم؟ وش قالت لك؟ الحوار كانت عندي اندونوسية اشتغالها أنا عندي في البيت بعد طيب وتعرفها هي كانت عند الوالدة في مكة وجو الحفل الزواج عندنا هنا واتواصلت معهم قالت أنا تنزلوني عليها في مبلغ مالي قلت أنزل عليها في مبلغ مالي مدبوط أخذنا معها مواصلة كم يوم قفرت الجوال تنزلوني مبلغ في مقابل إني وش أسوي؟ أني أفك السحر هذا والبلغ اللي أنا حافظ يعني هي العاملة تقولكم أنا عملت سحر لمتعب؟ نعم نعم والله علينا شهيش طيب وكم المبلغ اللي طالبته؟ طالبت طال عمرك ثلاثين ألف قلت أنزلت خمسين ألف طيب وبعدين؟ تواصلنا معها سبع أيام قفرت الجوال كلمنا اشتغالها اللي عندنا الاندونسية وراء ما قالت والله قفرت الجوال تعرفين محلها الروح له ولا نشوفها اللي عن طريق الدولة هذا الانتربول قالوا والله ما لكم لا سعين فيها ولا ودنا مدامنا قفرت الجوال في الاندونسية ونقول الشكوى على الله هذا اللي أنا من العلوم وكلمت يمكن الموضوع ابو متعبلو علاقة بتعب نفسي ما تعب نفسي ونسالفة العاملة هذه كلها كذب في كذب يعني المستشفى وش كان يقولكم؟ المستشفى يقولون في الصام طيب والعلاج لما أخذوا ما تغير وضعوا ظليتوا تراجعون مع الدكتور ولا لا؟ والله طال عمرك الراجع من التكتور الراجع من التكتور والعلاج اللي يعطوني إذا جيت في المستشفى أنا يا ابوه إذا جيت في المستشفى جنناه زيادة اللي معهم وشفتنا بعيني أنا شفت بعيني ما أقولي قالوا اللي معه في المستشفى زوده وبعد جنان جنان وش نوم؟ صلاته كيف يعني كان تعاملهم معه غير جيد؟ تعاملهم غير جيد ويطرعنا ولدنا أضروه في رأسه أضروه في يدينه ضرب حديد في رجلينه أنا ما أقول لا تخاطر ولا أقول هذا أقوله من اللي معه والله يعلم بهم والله يعلم بهم طيب هذا الحياني كلم في فلقة في رأسه طيب هذا الحياني تجرح الرجليني كلمتوا إدارة المستشفى يومها قلتوا لهم وش اللي صاير نعم كلمت إدارة المستشفى وقالوا ما منه سبب إذا كان منه اللي همه معه والله يا الأخ زياد لا لا مفرح معك مفرح يا لأخ مفرح والله ما أنا ديني بسينا وش أنا ألمه مني طلعته عقما شافت عينينا على علاجاتي يستمر علىها شهر شهرين ستة شهور العلاج إذا آخره 24 ساعة طائر نوم ما يتحرك طيب وش آخر كلام بينكم وبين المستشفى والدكتور وش آخر كلام أنه ولدنا مضروب والعلاج ما نفع معه ما عطوكم حلول ثانية والله عطوا حلول ثانية ولا نقدر نقول فيهم ألا سبيل أخير ونقول أنهم مهتمين هذا اللي حنا نشوفه من بره والداخل يعلم هلا أنا إذا جيتهم بره قالوا وإننا قائمين مع الولد والواحد ما يفضلي متحد يا أقم فرر ما أنا بنظلم أحد ولا نقول لنبهة المستشفى ما يعطون اللي يغيرون العلاج ويتابعون على العلاج فسألوا ولد يوم نجيه ما هو ولدنا اللي عندنا وش المتغير عليه ظروب في الراس رجلين طيب هذه هي شيء متعف قال هذا يحطون حديد في رجليننا يربطوننا في السرير أنا ما شفت عيني عندهم في المستشفى أدخل على الولد ولي طلعوا لزيارة أشوف البهاديل طلعت على ما سوليتي من هم منه هذا قالوا هذا من أخيها أنا دخلت عليهم في العنبر طيب أنا دخلت عليهم في العنبر أي أنا بنفتي ما أقول لك يعني أظلم تخاتر ولا أي بعضهم يضرب بعض الناس من بعضهم حقي مخدراتهم صفين بعضهم مجنان بعضهم سحر والله ما ندري عنه اللي يعلم الله قلت أنا بطلع والذي مدام من الحالة هذه السرعة قبل راجعناه بحال ثلاثة سنين ونحن نراجع لهم يا أخي ستة شهور يا أخي دربع شهور يا أخي شهرين وطلعت التالية وش المستشفى يا أبو مستشفى الأمراض النفسية يقال الشهار في الطائر معروف طبي مستشفى اللي هو معروف معروف شوف أنا أنا هذه الرسالة نوجهها بصوتك و بصوتنا جميعا إلى كل المسؤولين في المستشفى إحنا عودناكم في أهلة دائما أنه نسمع كل الأطراف الآن أبو متعب قال رواية مهمة جدا عن حالة ولده لما كان موجود في المستشفى أتمنى من المسؤولين في المستشفى أن يوضحوا هذه التفاصيل كاملة هذه الإجراءات اللي كانت تحدث داخل المستشفى هل هي أشياء طبيعية أشياء خارجة عن النظام أشياء فيها تجاوز أشياء فيها إساءة وش ظروف علاجه أتمنى أنهم يوضحوا هذه الصورة كاملة عشان تكون واضحة للكل وإحنا عودناكم أن نحفظ حق الجميع في الرد لكن حقيقة الموضوع مثير وصعب وخطير ويحتاج إلى توضيح من المستشفى أبو متعب إذا تسمح لي نعم بعدين في يوم اختفاء متعب هو طلع من عندكم وين رايح وقال لكم وين بيروح وما عد رجع وش السالفة طلع من عندنا طلع عمرك وأنا في مشتوار عند فديق لنا في جدة وقاله والولد طلع من عندنا البطاقة معي موجودة البطاقة معي موجودة أخذنا البطاقة عنا والله ما أدري من فين يا أخي فلوس قال أنه في الروح لعمانه اللي هم أخواني اللي في مكة أي قاله والرجاء جانهن إياهم الشام أخذنا عقبها بالسبوع أو السبوعين كلمنا مصري وانا في العمل قال الولد عانوا عندي فالمعارض فالمعارض أنا ما أدري معارض سيارات أو معارض ملابس أرسلت واحد من أخواني له المصري تجاوبنا معنا التلفون تالي قفت الجواله وقلنا بس هذا مخبر وعلمنا فيه ولا لغارة العلم الطيب ما عاد أكلمه ما عاد أكلمه ما لولد ولا عين عن الخبر اذكره قاله في مكة فالحرم فاللي واليوم له ثلاث سنوات صح؟ للي صال عمرك ثلاث سنوات الله يرجع لكم بالسلامة والعافية طيب الجهات الأمنية وصلتوا لهم الموضوع كيف كان التجاوب التعاون بينكم يا أخم فرح تفضل الماسولين وعلى رأسهم خادم الحرم يا الله السكايب هذا يعني أتمنى أنكم تعيدون الاتصال في أبو متعب يليت يعني لو هاتفيا لو هاتفيا ناخذ ناخذ معه اللي باقي من التفاصيل إذا ضبط السكايب يرجع لنا إذا ما ضبط أرجوكم شباب رجعوا لنا هاتفيا أبذكر بس في كم شغلة أولا هذه الصورة معروضة أمامكم حكيم يا ليت تحط من الصورة بعد إذنك هذه صورة متعب موجودة ورون الصورة الثانية يمكن هي أكثر وضوحا هذه الصورة الثانية أيضا لمتعب أبذكركم برقم الجوال مرة ثانية 0553717157 هذا رقم جوال أهل لمن يتعرف على متعب فليساعد في الوصول إليه أبو متعب رجع معي مرة ثانية عبر السكايب معلش أبو متعب بعد ظروف الاتصال في السكايب دائما تحرجنا تفضل كم الكلام لا ما في حراك طال أمرك أنا أقولك من جهة الأمنية أي الراجعهم عدة مرات وإذا راجعناهم وسألت عن هذا افتحوا تحقيق متى هذا قلت يا ناس هذا أشخل من ألف مرة لا البرقية اللي يسموه سيدي أمير مكة لا لكم وارقامهم معي في الجوال ودعاوي معي في الجوال والمعاملة عند مدير شرطة مكة اللواء اللواء من أفتك العصيم يظن أبو عبد الله مدير يا عبد الله طيب مدير شرطة مكة ما يحتاج مدير شرطة مكة وتواصلت مع مدير شرطة مكة وجيت ورسني للطاية ورحت للجدة أتراتها لسبوع اللي فات ذكرنا قالوا أنه في البساتين حي البساتين في جدة جينا ولقيت الأمنية وقالوا بعد سوي بعد اعلان وعلنت وهذا هو رقم بعد معي وقالي رقم الطلب الجوار ولا حياته من تنادي نقول إن شاء الله نقول إن شاء الله أنهم يكسبون عنه وإن شاء الله أنه يجي عنه خبر وإن شاء الله أنه يردها اللي يرد اللي يعقو بيوس وإذا حي وإذا كانوا ميت راحوا ورسوا راحوا جدا هذا علمه السلام الله يسلمك ويرجع لكم حي بإذن الله تعالى البلاغات اللي جتك عنه اللي قالوا لك شفناها في مكة شفناها ما أدري وين رحتوا شفتهم كانوا مثلا الناس يشبهونه ولا كانت بلاغات ما هي صحيحة ولا وشو يا أخي مفرح تفضل والله البلاغات اللي جاتنا لو أقول لك مليون يمكنني يقلل فيها على الجوال هذي اللي من سبق واللي من هذا الآن فيه في سبق واحد تواصل معنا مثلكم وشرواكم ويا سعود عجاني ونشكركم كل شكر ونشكر والله اللي بستلقونه والله هو اللي يكلمتم والله بياض الوجه لا هو من الصحفيين الضعين الله يسلمكم ولا عليكم زود وانتم إن شاء الله والله اللي على خير قناتكم هذه موفقة وانتم موفقين ونقول الله يدلكم على العلم الطيب آمين طيب أنا رحت طال عمرك أشكل من عشرين مرة وأشكل منها الأوصاف عندنا هذا متعب اللي أجيت وقالوا في هذي هم في علاقة الخضار اللي يسمونها في هذية في مكة الكعكية المسعى اللي يقولون على العربيات هذية أدوج فيهم وقال لناس بعضهم مالهم ضمام وبعضهم خالص منتي وبعض قلت لا هذا ما هذا الولد آخر تواصل قلت اللي يعرفه هذه صورته يرسلنا صورته وحطيت مبلغ مالي في سبك كم المبلغ المالي تقدر تقوله والله أنا أقول ثلاثين ولونهم يطربوا ليم يثل وأنا ما أجدها والله يتجيغ من اللي ببشر من يعمل الله يرجعوا يبشركم طيب أبو متعب اللي ممكن يشبه على متعب يشوف واحد في أشباهه في أشياء ثانية تقول للناس عليها ممكن يعرفونه من خلالها من صفاته من شخصيته أي شيء من شخصية الصورة اللي عانها قدامك هذه هذه أقرب شيء اللي بدون عقال اللي بالشنب اللي بالشنب أنت تشوف صورتي عندك هالحين أي طب قلاص ما عدا هاللي حين تشوفها بهذا كاي واضح والله الصورة واضحة وثلاث سنوات مدة قصيرة ما توقع أن الملامح ممكن تتغير فيها كثير ما تتغير والله ما أدري عاد إنسان هالثلاث سنوات هذية والله ما ندلي لا عن أكل إنسان حي ولا عن شربه منقول المشتع والله ما ندلي عن الأصطاف هذه ثلاث سنين هذه أهل يصار بيستعسع والله يعيد أبو متعب كيف وضع والدته وأخوانه والله الله تقول الوضع نقول إن شاء الله نطي يا رب الله يعيدوا لكم بالسلامة لو كان مثلا مثلا لا قدّل الله متعب مرة من المرات مار على تويتر على التلفزيون على اليوتيوب وشاف هاللقاء وش الرسالة اللي تقولها له أبيه يسمع منك للولد أي والله أنا يمكن صعبة هذي يا أخم فر هو يدل البيت أبو متعب يقدر يدله يدل البيت وذكي وأنا أقول بعد يمكن إذا شافنا ولا شاف أخوانه أنه يتنحش عنا ولا يتسرب عنا هذا اللي أقول أنا فيه اعتقاد لأننا عندنا نهنية يشغل أخوانه ويشغل يوم كان في البيت يشغلهم ومع القلق هذا تعارفه والمرض النفسي هذا أهمها بزي الطبيعي هو كم عمره يا أبو متعب والله في الخمسة والثلاثين وحينه وستة والثلاثين طيب وش ودك تقوله وش ودك لو لو مروا سمعنا تقوله ارجع ننتظرك وفي نفس القناة ايه في نفس القناة روتانا ايه أنا وش أقصد أبو متعب وش أقصد أقصد الحين هاللقاء اللي احنا جالسين نسويه على الشاشة ها تراه بنحطه في اليوتيوب وبنحطه في تويتر وبنحطه في كل مكان ما نستبعد أنه في يوم من الأيام متعب يمر على اللقاء يوصل الرابط توصل لهذا وش ودك تقول لمتعب أقول أول شيء للمسؤولين ايه للمسؤولين أنهم يكررون بالبحث عن ابني اللي مفقود من ثلاث سنين ولهم جزيل الشكر وعلى بعد المواطنين وعلى المقيمين من أي كائن كان ولهم جزيل الشكر ونشكر قناتكم هذه على التواصل وإن شاء الله وراها علم طيب ويجيب إن شاء الله مفقودنا ومنفقد بعد ابنه من ابناء الوطن وأنا أكرر أكرر تكريري رجال خاص على رجال الدولة والأمن العام بالذات لا من مباحث لا من مرور لا من شرطة لا من طرق لا على طرق لا اللي في مكة في جد في أن حال مملكة أنهم يتواصلون معنا بالبحث عن ولد المقود من ثلاث سنين ونأدري مصيره في أي كائن كان ونشكركم أنتم مفرح جزيل الشكر لا لا أبد لا تشكرنا لا تشكرنا هذا واجبنا وإحنا فرحتنا الحقيقية لما بكرة ترفع سماع علينا وتقول بشركم من متعب رجع والله العظيم إنها فرحتنا وغايتنا الله يسلمكم ويفرحك إن شاء الله أنتم مبرح برح بالذات أنت وزياد ومنفى القناة هذه وليتواصلت معنا ولا سعود أدعى جاني وكل أبوكم على العين والرأس والله نقول أن يوفقكم هذا اللي لكم من عندنا وإن شاء الله أنها تقبل يسلم راسك أبو متعب شكرا جزيلا لك وأسأل الله العلي العظيم في هذه اللحظات يعيد متعب إلى حضن أهله ووالديه وبيته ودياره أبكرر بس للمرة الأخيرة قبل ما أنهي هذه الفقرة رقم الجوال مع صورة متعب إذا ممكن ترضونها لنا يا شباب رقم الجوال صفر خمسة خمسة ثلاثة سبعة واحد سبعة واحد خمسة سبعة لمن يستطيع أن يدل على هذا الرجل وذكر أيضا بأن أهل وضعوا مكافأة تصل إلى إلى مئة ألف تقريبا لمن يستطيع الحصول عليه ثلاثين ألف أو مئة ألف والمبالغ المادية بالنسبة لهم ليس شيء أن يذكر في مقابل أن يعود ابنهم وإنما هي حافز فقط لأنه يعني يبادر كثير من الناس اللي ممكن يتوصلون إلى متعب الله يعيد الأهل بالصحة والسلامة والعافية ويقر عينهم فيه يا رب ونسمع الأخبار الصارة الجميلة قريبا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر